وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة ماضية من ضبط 588 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 256 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدومة تمضبط 60 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأسعار السعر الرسمي للأرز الأبيض تمضبط 197 طن وفي مجالي البيع بأسعار السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط أربعة أطنان وفي مجالي قضايا المخابز تمضبط 397 قضية من بينها 188 قضية خبز ناقص الوزن و147 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلافة تم ضبط أربعة عشر قضية بمضبطات بلغت 81 طن ترجمة نانسي قنقر